اشتركوا في القناة وإذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يوم إذن تحدث أخبارها إذن الزلزال جند من جنود الله عز وجل تاريخ نشر هذا الفيديو اليوم الخميس 14-4-22-13 رمضان 1443 أخوكم حمد أبو حمز جابرة تفاصيل تابعي فيديو للأخير للتعرف على رابط الاستعلام وباقي التفاصيل أتمنى أي حدا يشيك على المنطقة الآمنة في منطقته يعلقنا بالفيديو أسفل هذا الفيديو شاركوا هذا الفيديو لكل شخص أجنبي أو عربي يعني بمعنى عربي يعرف اللغة العربية متواجد على الأراضي التركية كالعادة أنا محتفظ بالشرح بصندوق الملاحظات تبع تليفوني تمام؟ الاستعلام عن المنطقة الآمنة في حال حدود الزلزال في عموم تركية رئاسة إدارة الكوارث الاستعلام عن منطقة التجمع في حال الكوارث والطوارئ من خلال هذا الرابط يا جماعة الخير من خلال شفرت لإدولات دخل شفرت لإدولات على هذا الرابط وإن شاء الله تلاقي المنطقة الآمنة والأمان بالله عز وجل تقدم هذه الخدمة من خلال تقدم هذه الخدمة من خلال بنية تحتيجة لبوابط الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ آفات طبعا تمام؟ اللي حبي تابعني أول بول على التليجرام هاي رابط قناتي رابط اليوتيوب هذا هو يا جماعة الخير اللي حبي تابع الفيديوهات اللي أنا ننزلها الآن ندخل على الرابط يا جماعة الخير من خلال هذا الرابط يا جماعة الخير دائما أروصيكم بالدخول عن طريق متصفح لكروم للترجمة للغة العربية راح ندخل ندخل بيانات الإيدولات والشيفرة ونعطيه دخول راح يأخذنا مباشر على المكان المطلوب هاي طبعا بعد ما دخلنا يا جماعة الخير شوفوا المحافظة بدك تدخل مثلا إسطنبول أورفا ميرسين المنطقة بعدين الغرية تمام؟ بعدين الشارع وبعدين تعطيه استعلام يطلع لك المنطقة اللي الآمنة الموجود فيها حواليك طبعا حاليا راح ندخل مثلا إسطنبول ونكمل إلى فرضا أسينيورت يا جماعة الخير طبعا موجود فيها كل الولايات تمام؟ مشان الناس تعرف أنه موجودة كل الولايات بهذا الروابط تمام؟ بعدين المنطقة أيوب فاته اختارين إسطنبول مثلا بندنك سيلفري حسب كل واحد هو وين ساكن تمام؟ احنا قرر نختار أسينيورت بعدين تختار المحلة تمام؟ احنا نختارينها مثلا فاتح مهلسي دعو نختارينها أو عصمان غازي مثلا أو فاتح مهلسي نفس الشي هاي فاتح مهلسي الشارع نختار واحد من الشوارع يا جماعة خير مثلا نختار 857 طبعا نعطيه استعلام حاليا نعطيه استعلام شو الشي يطلعنا هاي فتحنا هذا الشارع يا جماعة خير طلعنا هاي المناطق الآمنة اللي موجودة بهذا المكان تمام؟ هذي بدنا نشوف الخرائط طبعا من هذا الازرق ندخل يطلعنا على الخرائط شوفوا هاي المناطق الآمنة في أسينيورت المناطق الآمنة في أسينيورت يا جماعة خير تمام؟ شوفوا هاي موجودة نحاول نترجمها تمام؟ مجرد من عرض الخرائط يطلعنا ياها على الخريطة شوفوا هاي هي شايفين؟ هاي الحديقة بلال يوزغورت هاي بأسينيورت أيضا توليب بارك أيضا بأسينيورت هاي المنطقة دوار مستشفى أسينيورت بالمنطقة الخضراء هذا أسفل أسينيورت أسفل ساحة أسينيورت لتحت ناحة مشفى الدولة أيضا نفس الشي بس تعطي عرض يعطيك المنطقة الآمنة الله يحمل الجميع إن شاء الله الله يحفظكم طبعا أرد يعني أكرر الزلزال أو أي كارثة هي جند من جنود الله عز وجل تمام؟ جزاكم الله خير بارك الله فيكم حبيت أفيدكم بهذا الفيديو شاركوا لكل شخص متواجد على الأراضي التركية الله يحمل الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته